طيب في البداية هبدأ مع حضركي سيادة النائب بدون شك انه المحليات هي من ضمن القطاعات اللي ليها علاقة مباشرة بالمواطن في الشارع وبتمسوا بشكل مباشر وعشان برضو نكون وقعين فيه وقت كان فيه غياب بدور المحليات تماما في الشارع عايزة عرف من حضرتك الدور المنوطة بالمحليات عشان الناس تفهم اكتر وعيزة عرف اهمية طرح منقشة هذا القانون في الحوار الوطني يعني في البداية طبعا انا متشرف بوجودة مع حضراتكو يعني مبارح في لجنة المحليات في المحور السياسي في الحوار الوطني في الحياة كانت لجنة ساخنة جدا وكانت مناقشات دارة حول قانون المجالس الشعبية المحلية اللي بالفعل زي ما حياتك تفضلتي هو غيابة المحليات لمدة تقريبا اكتر من 11 سنة ترتب على ذلك انه بالفعل اصبح عندنا حالة فراغ في الشارع اصبح عندنا حالة غياب تام عن الرقابة الخاصة بمتابعة خطط الدولة والتنمية والتطوير ومرأبة الوحدات المحلية سواء على مستوى القرى او المدن او حتى على مستوى المحافظة بالفعل المحليات هي عصب الدولة المصرية المحليات هي المحرك الاساسي لكل عمليات التنمية اللي بتتم على ارض الواقع يمكن على مدار اكتر من 11 سنة كنا طالبنا عد امرارا وتكرارا بضرورة سوء اصدار قانون المجالس الشعبية المحلية عشان نستطيع من خلاله ان احنا نجري عملية الانتخابات لكن للأسف يعني لم يعني خلال الفترات السابقة لم نوفق في هذه المهمة لكن اعتقد انه من خلال الحوار الوطني اصبح هناك طاقة امل ونور جديد في هذا الملف اللي بعتبره من اهم الملفات اللي بتشغل بال الشعب المصر كله زي ما تفضلت حياتك المحليات هي المواطن من اول ما بيصحى من النوم لحد ما بينام تقريبا كل تعاملاته اليومية مرتبطة بالمجالس الشعبية المحلية كل تعاملاته اليومية مرتبطة بالوحدات المحلية سواء في القرية او في المدينة او في الحي او في المركز امبارح كانت جلسات ساخنة جدا وكانت نقاشات يعني كان شعارها الاساسي هو المصلحة العامة للدولة المصرية الكل كان متجرد الكل كان لديه افكار ولديه رؤى فيما يتعلق بشكل المجالس المحلية القادمة شكل القانون اللي حيتم عليه الانتخابات القادمة اختصاصات المجالس المحلية طبعا منصوص على معظم هذه الاخصاصات داخل الدستور المصري في المواد من مادة 175 للمادة 183 لكن في الحقيقة مبارح كانت الجلسات استمعنا فيها وتحدثنا فيها عن شكل القانون القادم وهل نحن نعمل الانتخابات بنظام القائمة النسبية والنظام القائمة المطلقة والفردي أو النظامين معا في الحقيقة كانت جلسات مسمرة جدا ده عظيم جدا